تُخالف المرأة الرجل في أنها تُكَفَّن وهذا الأفضل والأولى أنها تُكَفَّن في خمسة أثواب والرجل يُكَفَّن في ثلاثة لفائف أما المرأة في خمسة أثواب اللي هو الخمار والقميص والإزار هذه ثلاثة تُلبس المرأة إزار من سرتها إلى أسفل هذا إزار وتُلبس قميص وتُلبس يُلفُّ عليها خماراً على رأسها ثم تُدرج في لفافتين في لفافتين مثل إدراج الرجل فإذاً هذه خمسة أثواب المرأة تُكَفَّن فيها بخلاف الرجل فإنه يُدرج في ثلاث لفائف لو أُدرجت المرأة بلفافتين أو ثلاث لفائف لا بأس لكن الأفضل والأستر لها أنها تُدرج في خمسة أو تُكَفَّن في خمسة أثواب ترجمة نانسي قنقر